اهلا بحضراتكم منظومة الشكاوى الحكومية دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية منورنا ضيف كريم عزيز منورنا دكتور ربنا يخليكم بشكل الحمد لله دائمة الشكاوى بعضها صحيح وبعضها بيكون مش صحيح بعضها بيبقى حجمه حقيقي وبعضها بيبقى الحجم بتاعه مبلغ فيه مظبوح طيب هبدأ من البداية أو على رأي عبدالحدي محافظة نبتدي منين الحكاية نبتدي من اهمية الموضوع وزي ما حضرتك تفضلت ده اقرار للواقع ويعني اعتراف صريح من الحكومة او بمعنى الصح من الدولة المصرية باهمية هذه المنطقة واهمية الارتقاء بيها وتطورها لمسيرة التطورات الكبيرة اللي حدست في كل المجالات فكانت المنطقة دي قبل ما يصدر قرار انشاء المنظومة بتعمل بموجب قرار لرئيس الجمهورية كان رقم سبعين لسنة واحد وتمانين بينظم عمل مكاتب وادارات خدمة المواطنين في جميع الجهات الحكومية وكان وقتها يعني بلمسين برضو اهمية التعامل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها فكان تبعية هذه المكاتب لرئيس الجهة ايا كان بقى الجهة ايه وزارة يبقى معالي الوزير محافظة يبقى معالي المحافظ هيئة يبقى رئيس الهيئة وهكذا اشتغلنا على كده او ظل هذا الوضع الى ان وصلنا الى 2011 2011 كلنا كنا معايشين الاحداث وحالة الفوران اللي في المجتمع المواطنين سقف المطالب علي التوقعات كمان عند البعض كان البعض بيغزيها يعلوا سقف المطالب الاعتصامات كلنا كنا شايفينها والمظاهرات والتجمعات لشرائح المجتمع المختلفة بهم مطالب كانوا بيروحوا ويتجمعوا ويتجمهروا امام رئاسة مجلس الوزراء فكلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في هذا الوقت بانه يميكن عملية الشكاو لان الناس كانت بيتيجي باعداد طبعا مبالغ فيها والاصعب من كده مش ان كان يتم استقبالهم او يتجمع طلباتهم او حد يقابلهم ويسجل متابعة الكلام ده كانت هتتم الزين صحيح فبدأ التفكير ودأت ارخاصات ميكانة عملية ادارة الشكاو على مستوى رئاسة مجلس الوزراء تطور الامر لما وصلنا لان يبقى فيه بوابة الكترونية يتم يعني ادارة الشكاو من خلاله ثم في 2014 كان وقتها المهندس ابراهيم محلب الله يمسيه بكل خير الله يمسيه بكل خير فقال لوقتها نخصص كمان خط ساخن ويبقى مرتبط مع هذه البوابة حلو علشان نتلقى وقتها شكاوى موضوعين كانوا بيقرقوا المجتمع وقتها انابيب البتجاز مضرطها والخناءات اللي عليها اوحراك متذكر والناس متذكرة الدنيا كانت عاملة ازاي والخبز طبعا متذكرين صح المشاكل اللي كانت في القطاع ده كانت عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي فبدأنا بداية مبسطة وإلى أن تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكعهدنا بكل التطورات اللي حدثت في مختلف قطاعات الدولة كان ليه رؤية في أن هذه المنطقة من المناطق المهمة جدا والمؤثرة ولابد أن يحصل ارتقاء في إدارتها فأصدر سيادة قرار سنة 2017 بإنشاء هذه المنظومة اللي احنا بنقول إنها منظومة عصرية تتلقى وتفحص وتوجه الشكاوى وتقوم بالرد عليها إلكترونية إذن هنا الفكرة إننا ما بقيتش محتاج إن المواطن يتحرك بنفسه أو ينتقل أو يتقدم للجهة اللي هي صاحبة الشكوى أو اللي ليه مظلمة أو التماس أو طلب أو أي مكان فصدر قرار إنشاء المنظومة وبدأت على طول الحكومة في ذلك الوقت كان برضو يعني الله يمسيب كل خير ودي له الصحة عن مهندس شريف إسماعيل وقتها حبيب فإيسان لمجلس الوزراء ويعني اهتم بالمنظومة في بدايتها وبدأنا نشتغل ونتعامل في إجراءات التأسيس وبدأنا نربط بقى الجهات تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بشأن إنشاء المنظومة وإعادة يعني تشكيل مكاتب أو تنظيم مكاتب إدارات خدمة المواطنين إلى أن جاء الحقيقة الدكتور مصطفى مددولي وكلفة برئاسة الحكومة وكان من بداية الموضوعات أو الملفات اللي إداها أولوية كانت منظومة الشكاة وبدأ يشوف قدراتها ويراجع الإمكانيات المتوفرة وإدى تعليمات صريحة لابد من مضعفة قدرات المنظومة لتتأكب مع توجيهات القيادة السياسية بدأنا نعيد النظر في كل المكونات البوابة الإلكترونية الكول سنتر يعني هيك في ما أقول لحركة يعني أن الأعداد ضعفت يعني بشكل كبير جدا وكان من توجيهات سيادته وقال أنا مش هاوز مواطن يتصل بالحكومة ويلاقي خط مشغول أو ما يقدرش يوصل شكواه أو طلب وأكيد هيتحط على هولد بس هي قدة الهولد قد إيه ده اللي احنا اشتغلنا عليه حضرتها وحاولنا قدر الإمكان يعني احنا برضو في كل حاجة محركة من فيه تكلفة والعائلة طبعا علشان نحقق ده وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه إصراف فراجعنا المختصين وعملنا ده مع يعني بالتنسيق برضو مع وزارة الاتصالات ومع المصرية الاتصالات كشركة وطنية ومع شركة من خلال المصرية الاتصالات علشان نشوف الساعة المناسبة اللي اتحقق ويبقى يعني ما اشتغلش على الاكستريمز أو الأطراض وفي نفس الوقت ما يبقاش في الأوقات الطبعية زي ما حرك قلت hold وينتظر المواطن كتير لأن احنا برضو كان من خلال البدايات كنا يعني حللنا وعرفنا أن المواطن بيحب يتعامل من خلال التليفون أكتر من خلال الوب سايت أو من خلال الوسائل الأخرى اللي احنا بدأنا توسع فيه يبقى عند حزب التواصل المباشر بالزبط كده لسه احنا ما خدناش على جو التكنولوجيا المتطورة يعني يقولك أنا عاوز أكلم حد وحكي له ويرد علي رسايل بتيجي بيبقى يعني مش وثق قوي اللي حركة ذكرته محق فيه وده جانب وممكن كمان البعض بيبقى مش قادر لسبب أو لآخر يتعامل بنفسه يسجل شكوى أو يفتح الوب سايت فكنا شغالين على هذا الموضوع بالتوازي بقى مع إجراءات التفعيل الأخرى وكانت دايما المنظومة والتفاعل مع المنظومة على أجندة مجلس الوزراء ومجلس المحافظين ويمكن حضراتكو في الإعلام برضو شركاء لنا في رفع الوعي للمواطنين والجمهور والرأي العام من خلال البيانات اللي كانت بتصدر عن المجلس والتوجيهات المستمرة والتعليمات اللي يعني إذا جاز لنا نحن نقول كانت مشددة من دولة رئيس مجلس الوزراء بل بالاهتمام بشكاوى المواطنين مش بس على فكرة حضرتك اللي بنتلقاها لا كمان اللي بيتم رصدها وبتبقى متدولة من خلال السوشيال ميديا من خلال برامج التلفزيونية المختلفة من خلال مختلف وسائل الإعلام سواء صحف أو خلافه طالما إنها مشكلة بتؤرق المواطن وتدخل في نطاق اقتصاص الحكومة أو يقدر أي مسؤول على أي مستوى في الحكومة يتعامل معها فعلى طول بنبدأ التعامل معها وتم وضع المنظومة الحقيقة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وخضعت المنظومة بقى لمتابعة مستمرة ودعم من المستمر وقدرنا الحمد لله رب العالمين نقطع شهود وصولا لأن بقى فيه تقارير دورية ومؤشرات الأداء بيعتمد عليها ويمكن حضرتك تتمتابع في سواء في المؤتمر الصحفي الأخير لدولة رئيس مجلس الوزراء أو في مجلس المحافظين في البيان الصادر يعني عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء إن من ضمن ما تم رصده سواء من خلال منظومة الشكاوى أو متدول في وسائل الإعلام بشأن كذا وكذا وكذا إدى سيادته تعليماته وتوجيهاته للمسؤولين بالتفاعل أي أن الحكومة مدركة أهمية هذه المنظومة كقناة رئيسية من قنوات التواصل مع المواطنين طيب أنا هنا بقى هيبقى عندي خمس ست سبع تمن تسع عشر أسئلة كده أنا ضد أو أنا مدرست الشغل بتاعي مش إن أنا بقى يطعق بقى دكتور وقول لنا الترتيب بتاع منذ أن يقدم المواطن بشكواته إلى أن يتم الحل كلا ده يهمش المواطن في حاجة هو اللي يهمه من المشكلة تتحل صح أول سؤال فالحاجات اللي زي كده بيبقى لها مستوى خدمة سيرفيس لفل أنا النهاردة يوسف اتكلم مثلا الساعة عشر صباحا على الكول سنتر أو عن طريق الويب سايت أين كان تقدمت بشكوتي إلى أن يتم الرد علي مش بتكلم بس عن الحل يتم الرد علي بأنه شكوتك وصلت أدي واحد اتنين متابعة تلاتة حل أو توجيه أشكر حراك جدا لأ ده أنا شكرا ده يعني الكلام ده إحنا شغالين عليه لأن إحنا قدرنا زي ما قلت لحضراتك كده أن يبقى فيه سيستم أو نظام عمل ودورة عمل محكمة نشتغل عليها فده بيلبي أو بيحقق الكفاءة ننتقل بقى للفعالية اللي حراك بتتكلم عليها اللي يهم المواطن فعلا مش إن السيستم حلو وأو يا سلامت عندنا نظام لأ فعال ولا لأ أيو ومستويات الفعالية إيه ده بيتحقق من خلال زي ما حركت فضالة الشك وأول ما بيتم تسجيلها بقى خلاص يعني فريق العمل اللي أنا بشرف العمل معاه اكتسب من الخبرة اللي تمكنه من إنه يصنف وفقا لأولويات بمعنى إن لو واحد بيختصم جهة عمله وعنده مشكلة في مثلا تأخر ترقية أو مستحقات متأخرة يحتمل إن النهاردة الخميس بالليل هو سجل الشكوى فيعني الدنيا مش هيحصل حاجة لو انتظرنا ليوم الحد أو يوم الثلاث أو هكذا غير مواطن بيستغيث بشأن حالة صحية تتطلب تعامل وتدخل سريع السواني بتفرق فأنا عندي تصنيف لنوعية الشكوى عندي أقول بالزبط كده وبقدر أدي يعني يبقى فيه تنبيه لباقي فريق العمل طارق وعاجل وهم بالزبط كده حضرتك وكمان تصنيف قطاعي يعني ممكن نبقى في وقت من الأوقات مكلفين بالعمل على ملفات مثلا تصدت الحكومة في عام 2018 لملف تراكمية القمامة والمخلفات وده كان وقتها تكليف من دولة رئيس مجلس الزراء كان في أكتوبر 2018 اشتغلنا عليه واشتغلنا منتهى الجدية وتفعلت معانا كل الجهات الحكومية المعنية والمختصة فكان لازم النوع ده من الشكاوى بديله علامة معينة علشان أقدر فريق العمل المختص يلتقطها بسهولة ويوجهها لجهات الاختصاص ويعمل اللي حرارك قول تعليق المتابعة لحين الإنجاز أرجع لسؤال حضرتك علشان أبقى رضيت في شكاوى يتم التعامل معها آنياً ولحظياً زي ما قلت الحضرات الطريق والعاجل بالضبط استجازات بمختلف أنواعها الملفات زي ما قلت الحراكة اللي بنبقى شغالين عليها يعني مثلاً بالتنسيق مع وزارة التضامن كان فيه أحد الملفات الهمة المواطنين اللي هما بنلاقيهم لسبب أو لآخر حصلت لهم ظروف فيبقوا مش لقين مكان موجودين في الشوارع فكانت الوزارة التضامن بتتكفل بالتعامل مع هذه الحالات وتوفر لهم الإيواء ويمكن ده أحد البرامج اللي يعني من وجهة نظر أنا بقى كمواطن وكإنسان مهمة جداً جداً وزارة أثر مجتمعي كبير جداً طبعاً ويمكن أدعو السادة المواطنين اللي بيتابعونا دلوقتي يقرنوا حال الشارع المصري في الآوانة الأخيرة مع ما قبل ويمكن من 2011 لكام سنة شكل الشوارع كانت عاملة إزاي وشكل الإشارات كانت عاملة إزاي والناس اللي كانوا بيبقوا متواجدين فيها والناس اللي كانوا بيبقوا نايمين على الأرصفة يعني أنا ما بقولش إن جاءتي ممكن أن يصادفنا وعلشان كده الوزارة ما زالت شغالة وتتلقى البلاغات فبيكون إحنا زي ما قلت لحضرتك هذه البلاغات ليها أولوية وفرق العمل اللي على الأرض بتتحرك بشكل مباشر وفي بعض الأحيان بيبقى الموضوع مركب يعني مش فريق العمل هينزل ياخد المواطن أو الطفل ينتقل بيه مباشرة لازم فيه إجراءات معينة وبعض الأحيان ما يلاقيش معاه أوراق سبوتية أو إثبات شخصية وبعض الأحيان بيحتاج تدخل جهات وأكتر من جهات يعني الموضوع زي ما بيقول لحضرتك الأولويات بتبقى متنوعة في بعض الأحيان ممكن قطاعي في بعض الأحيان ممكن حسب طبيعة الموضوع وبيتم التعامل معها وفيه موضوعات زي ما قلت لحضرتك برضو ممكن بتاخد وقتها وتمشي في الدورة المعتادة زي ما حراك بتقول اللي حراك ما حبيتش تقف عندها أو تعرف السيستم ماشي إزاي يعني لكن بنتكلم على الإنجاز بالظبط طيب هنا ده برضو هيخدني على مسألة إنه بالتأكيد وإحنا بنشتغل على منظومة الشكاوى بتاعة الحكومة أو بتاعة الدولة أكيد أنا عندي تحليل للشكاوى يعني الحاجة بتخش آه هنشتغل على الحل وما إلا ذلك بسه كمان أنا زي ما بعمل التصنيفات بعود أحلل بقى الداتة اللي جايالي دي علشان أعرف يا ترى هل ترى الشكاوى الكتير بتيجي من أنهي مرفق أو من أنهي قطاع أو بأي خصوص الشكاوى الأوليلة طب ونوعية الشكاوى دي يا ترى تبقى بسبب أنه أمور تحتاج فيما بعد إلى تعديلات تشريعية ولا هي متعلقة بكفاءة الموظف فيحتاج إلى تدريب ولا هي متعلقة بعدد الموظفين فتحتاج المزيد من الموظفين يعني في عندنا هذا المركز صح؟ أشكر حرك جدا وكل اللي حرك قلته صحيح حلو قوي وبيقابل ما يتم بالفعل لأن إذا نظرنا إلى قاعدة بيانات بتضم ملايين الشكاوى من ملايين المواطنين بمختلف أنواعها ده من وجهة نظرنا كحكومة وعاثري لابد أن يلتفت إليه وياخد حقه من التحليل زي ما حركت أفضلت وذكرت ويتم الاستفادة من ناتج هذا التحليل زي ما قلنا ممكن بنحلل هذه الشكاوى جغرافي حلو وممكن نحلل هذه الشكاوى من وجهة نظر قطاعية وعلى مستوى الخدمات المختلفة ونصيب كل خدمة من هذه الشكاوى والأنواع زي ما حركت ده نتيجة القائمين على الخدمة ولا مستوى إتاحة وجودة الخدمة ولا أصلاً ده الخدمة دي أصلاً الناس بتشتك إنها مش متاحة في المنطقة الجغرافية أو في النطاق الجغرافي اللي هي فيه وبالتالي محتاجين عادة نظر في ترتيب الأولويات لإتاحة مثل هذه الخدمات إذا كان ده ممكن ومتاح وفقاً للخطة ووفقاً للموارد وخلاف إذن بيتم تحليل هذه القائدة وكمان يعني الحكومة بتبقى الحقيقة ملتزمة واستنت يعني سنة حميدة بتعلن للرأي العام إحنا تلقينا شكاوى قد إيه توزيعها على القطاعات المختلفة نصيب كل قطاع من هذه الشكاوى اللي تم تلقيها إيه ثم نصيب الجهات المختصة كمان يعني ممكن يكون شكوى في هي تصنيفها كهرباء لكن ما تخصش وزارة الكهرباء تخص المحليات فنصيب الجهات إيه نسبة الإنجاز اللي الجهات كمان بتتفاعل ودي مهمة جداً قد إيه كمان بيأثر منها ومتأكدين إن ده بيحصل على رضا المواطن فبنلمس ده حضرتك لإن إحنا ما بنقفش عند تنفيذ الشكوى أو حل الشكوى أو الرد على المواطن سواء الرد ده إيجابي أو سلبي بمعنى إن طلب حضرتك يتحقق أو يتعذر لأسباب كذا وكذا بنشوف كمان المواطن مستورد عنده عمل إزاي وده بنقيسه بأكتر من طريقة أولها إن المواطن نفسه متاح ليه إن هو يفجل تعليقه على البوابة الإلكترونية للمنظومة أو من خلال الاتصال بالكول سنتر إنه بيتصل يتابع موقف الشكوى بالزبط يأما بيعرب عن رضا يأما بينقض موقف معين حصل يأما بيبقى غاضب ومش راضي وعلى فكرة برضو الحقيقة إحنا بنكلم دايما بمنتهى الصراحة مش دايما كل اللي بيتم حل شكوى بيكون راضي ومش دايما ومش دايما كل اللي ما تمش الاستجابة لشكوى بيكون غاضب أو في موقف طب اللي تتحلت مشكلته اللي تتحلت مشكلته وممكن زي محرك كنت قلتلي كده سألتني بناخد وقت قدية ممكن يكون شايف إن الجهة أخدت وقت وقت طويل في الاستجابة ما كان ينبغي أن تأخذه أو هو كان لازم أشتكي علشان أخد حقي أنا بكلم حراك بمنتهى الصراحة عشان دا كله بيوجهنا طبعا بيوجهنا وفي اللي بيقول رغم ان احنا يعني قلنا له يتعذر تلبية التلب في الوقت الحالي أو الاستجابة لشكوى في الوقت الحالي أو حضرتك يعني حاولنا لكن الضوابط اللي احنا بنشتغل عليها والمعايير اللي شغالين عليها والقوانين المنظمة وخلافه بتحول دون الاستجابة للحراك سردته في شكوك فنفاجأ بأنه بيشكرنا لأننا اهتمينا به أولا سمعنا صوته ودخلنا معه في حوار وكلمناه وحاولنا نقنعه أو نقوله كمان حتى لو الموضوع بتاع حضرتك دا مش عندنا كحكومة أو فيه مصار آخر مع سلطة تشريعية مع سلطة قضائية والمصار يكون ايه فبيبقى ممتن وبيبقى سعيد وأشكركم ان انتم اهتميتوا وان يعني هما بيتعاملوا معنا الحقيقة كما لو كان يعني بيتعامل مع مجلس الوزر وخاصة ان المنظومة مفتوحة ومتاحة لكل المواطنين على كل المستويات على مستوى الجمهورية فبيتعامل معنا المواطن اللي في القرية واللي في الحي واللي في المدينة اللي في القاهرة واللي في حلايب وشلاتين واللي في السلوم سوا سيع وفي اي وقت فبيبقى سعيد ان الحكومة يعني من دياله الاهتمام اللي هو حقه محدش بيمني عليه به الحقيقة وده قناع عندنا فبقول الحركة بيبقى سعيد ان احنا اهتمينا به وبيشكر وزي ما قلت الحركة البقى يعني فالتباين الطبيعي شأن المواطنين شأن اي حد النفس البشرية طب انا سأذن الحركة دكتور هروح لفاصل وهرجع بهذا الفاصل برضو لدايا الكثير من الاسئلة يعني على سبيل المثال المثال اللي ممكن يبقى منها احنا في مصر مش معتدين المسألة بتاع التحليل البيانات والمعلومات مش معتدينها في ايه بقى فانه افترضنا انه هذا المرفق او هذه الهيئة او الوزارة او المصلحة الاخره طلع انها صاحبة النصيب الاعلى من الشكاوة نتيجة قلة الجودة في تقديم الخدمة الناس دي بعد كده بتزعل ودي بتبقى حاجة غريبة جدا بالنسبة لي بتزعل ليه ده شغل ده ما بيزعلش احنا بنتكلم على انه انا عايز ارفع دايما من مستوى الكفاءة وجودة الخدمات اللي انا بقدمها للمواطن ادي كل القصة فانا مش باشتكيك انا عاوز الخدمة طيب وانا كمنظومة شكاوة انا مش بزرك انا عاوز المستوى بتاعك يبقى احسن واحسن المفهوم بتاع الزر اللي عندنا ده مفهوم الحقيقة مضحك ويجب علينا ان احنا نتخلى عنه فاصل ونكمل الكلام لو كنا نستطيع ان احنا نشتكي التكيف اللي في الستوديو كنت اشتكيته طيب خلونا نجدد الترحيب بضفنا العزيز دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوة الحكومية في ضيافتنا ضيف كريم عزيز هام جدا علينا انا كنت بقول انه بما انه المنظومة فيها تحليل للبيانات والمعلومات وطريعة الشكاوة وتصنفها بشكل كمي وبشكل كيفي ونوعي وجغرافي وفئوي وهكذا فظن المتواضع انه لسه في ناس بتزعلي يعني منيجي نعمل التقريب بتاعنا ونقول انه الشكاوة من هذا المرفق او هذه الجهة هي مثلا نمرة واحد وهنا نمرة اتنين وده بسبب الجودة وده بسبب عدد الموظفين وده بسبب مثلا عدد الطلبات التي تقدم الى اخيره هل ده احيانا بيثير حفيزة بعض الجهات؟ كان في البداية ممكن ده كان يبقى موجود في البداية في قلق مع مرور الوقت الحقيقة النظرة اختلفت والثقافة لدى يعني مختلف الاوساط في الجهاز الاداري للدولة اختلفت ايضا وانتقلنا لمنطقة احسن لدرجة يعني من وقت الاتاني ممكن نلاقي بعض من السادة الوزراء حارسين ان هم يراجعوا موقف وزارتهم وتفاعل فريق العمل ويطمئنوا ان ما يتم عرضه من فريق العمل عنده في الوزارة ويرفعه الوزير صحيح ومطابق لما هو موجود عندنا على المنظومة وكذلك بالنسبة للسادة المحافظين ما بقاش الموضوع مقلق مش معناها انه هو لا مبالهن فيه شكوى لان احنا بقينا عارفين طبيعة الشكاوى يعني مش بالضرورة ان الشكاوى يعني تشير لاهمال او قصور صح فاحيان بتبقى يعني فيه خلقنا نوع من الشراكة ما بين شرائح متنوعة من المواطنين في انه هو لما يلاقي حاجة فيها خلل ممكن تبقى بعيد عن عين المسؤول او المقتص لكن هو يقدر يبعث لنا ويقول لنا وده برضه يصبح المواطن شريف بالضبط والحقيقة يعني ده بينامي الروح الإيجابية بشكل كبير جدا وبيعزز الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة بأجهزتها المختلفة وبيشجع المواطن نفسه انه كل ما دأ اي حاجة بدل ما كنا بنعدي كده بلا مبالاة على بعض الحاجات وينسيبها وهيعملوا ايه ومش هيعملوا ومحدش هستجيب لا دلوقتي بنلاقي حتى في بعض الاحيان بعض المنشورات على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيشيد يا جماعة ده انا شفت كذا وما كنتش متخيل او متوقع ان هيبقى في استجابة وحصلت استجابة بالفعل فيدعو اخرين لانهم يسلكوا نفس المسلك فده الحقيقة بيكون يعني بيسعدنا وزي ما قلت الخراك كده بيسعد المسؤولين ايضا لان هل في مسؤول يبقى سعيد وهو عارف ان فيه خلل ما يقع في نطاق اختصاصه والناس شايفاه وبتتكلم عليه وهو مش شايفه لسبب او الاخر وهيبقى السؤال الاخر طيب لو عارفه وفيه قدرات متوفرة لمعالجة هذا الخلل هل هو نتوقع انه ممكن يتباطع او يتكاسل او يغمض عينيه عنه هيعمل كده ليه الله ينور على حضرتك وهو ده الوعي اللي احنا شغالين عليه واللي حضرتك شغالين عليه وتأكيد على ان الحقيقة الامور ما بتبقاش زي ما البعض بيحب يصدرها ويبقى فيه مغلطات تجاه في الواقع وده مش بنقوله كلام ده بنحققه وبنطبقه بالعمل زي ما قلت الحضرتك كده فيه منزل كبري فيه فاصل معين فيه مشكلة فيه جزء من صوره الكبري مش عارف ميكروباس صدمه او حتى بعض الناس اللي هم خربوا فك حتة لسبب او لاخرى وعمل كذا ما مش بالضرورة ان المعنى بصيانة هذا الكبري يكون هيمر عليه دلوقتي او في خلاله مين لكن لما بتجيلنا الحاجات دي وبنتنسق مع جهات الاقتصاص الواقع بيتغير وبنبعث للمواطن كمان يعني فرق العمل حتى وهي بتبقى شغالة في الموقع بنشرك المواطن صاحب الشكوى او صاحب البلاغ معانا وبنقول له اتفضل وفي بعض الاحيان بيتم النشر والرد على نفس الصفحة اذا كان مثلا الاستاذ يوسف نشر ده على صفحته وكتب تعليق عليه وحط صورة بنرد وبنتفاعل معانا وبعض الاحيان احنا اللي بنبادر ونسأل حضرتك طب ممكن تساعدنا بتحديد يعني فيه متابعة كمان لصفحات التواصل لو مواطن كتب حاجة فبنروح احنا متواصلين معاه بيحصل بالفعل ويمكن حضرتك لو رجعت الصفحة الرئيسية لمجلس الوزراء على فيسبور او المواقع الالكترونية اللي بيبقى فيها تعليقات او صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية هتلاقي الحساب خاص بمنظومة الشكاوى بيتفاعل مع المواطنين وفي بعض الاحيان كمان بيبقى فيه بعض المغالطات في شكل شكوى يعني بنتحقق من صحتها وبنتعامل معها وبنوضح حقيقة الموقف بالزبط او ايه الموضوع وببعض الاحيان كان بيقابلنا ويواجهنا ناس تحط صورة يعني اي مشروع او اي حاجة بيتم تطويرها او استحداثها في مصر وتبقى منارة ويقول انتوا رحين تعملوا كذا طب بصوا على المستشفى كذا او مدرسة كذا اللي متهالكة او منارة نمشي ورا الموضوع ممكن نلاقي الموضوع ده فعلا ده كانت المستشفى لكن من عشر سنين او من ثمان سنين او من خمس سنين لكن وضعها الحالي غير كده ادارت المستشفى ولو طلع ان فيها مشكلة هنشتغل عليه ده بالتأكيد يا فنزم ده بالتأكيد طب لو فلان كتب ده على صفحاته الشخصية مواطن كتب على صفحة بتاعته انا شايف كذا ومش عاربي هل في شكل ماشكال مجموعة او فريق بيبدأ قدر الامكان يتابع اللي ما يكتب على السوشال ميديا وما الا ذلك ويبدأ يشتغل على التحقق منها ثم التحقيق فيها وبالتالي متابعتها باعتبرها شكوى فيه جملاء من ضمن فريق العمل بيشتغل على ده وعلشان اكون صادق مع حضرتك منقدرش نغطي كل الصفحات وكل الموافع لكن كمان المواطنين بيعملوا حاجة ايجابية جدا بقى دلوقتي هو بيدخل بيعمل منشن للشكاوى الحكومية أو لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية فعلى طول الادمن بتاع الصفحات زي ما حراك عارف هو نفسه ممكن يمنشن الاكاونت بتاع منظومة الشكاوى الحكومية او شكاوى مجلس الوزراء نروح على طول نتفاعل ونعلم وفيه مش بس انه هو ممكن يكون بيشتكي او بيقول البعض ممكن يقول انا ليه شكوى ومحدش رد علي ومحدش مشان سواء هو محق فبندخل وزملائي يدخلوا ويكتبوا التعليق المناسب ويوضحوا اذا كان فيه رد يقولوا لا الاجراء تم اتخاذ الاجراء المناسب ويمكن حراك تطلع عليه من خلال الاتصال بالكول سنتر او من خلال الدخول على الصفحة او الحساب الخاص بحضرتك على المنظومة لكن ما بنفسحش وفيه اللي فعلا بيبقى الموضوع متاخر فبنقوله يعني ان شاء الله جاري متعبط الموضوع وفيه اللي ما يبقالوش موضوع اصلا يعني يدخل يعلق ويقول انتوا لا بتردوا ولا بتفعلوا ده مش جد والكلام اللي حركة عارفة شأننا شأن كل المجالات الاخرى والاستهداف اللي بيتم على كل الانشطة والمجالات اللي الدولة شجالة عليها اللي بيحصل ده بالنسبة لي كان شيء رائع جدا 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 ما مكناش بنتصور انه كان ممكن يحصل لنا من سنين فاتت هايل انه موجود ونشكركم عليه ونساعدكم فيه قدر الاستطاعة دائما هتجدوا انه كل ما هو متعلق بالقنوات الخاصة بتلقي ورصد الشكاوى المواطنين هنحطها لحضراتكم دايما على الشاشة عندنا في البرنامج وفي غير البرنامج وفي الحلقة وفي غير الحلقة وهكذا كل شكر اولا لدكتور طريق رفاعي نورتنا وشرفتنا دكتور شكرا جدا لحياتكم لكل فريق العمل بالمناسبة احنا عارفين نحمى يعني ايه هنتقل عليكو كتير بس ادهو ادود ادهو ادود يا سعدني وشرفني اشكرك يا دكتور وانا بضم صوت الصوت حراك في تقديم الشكر لكل زملائي وزميلاتي ومنهم اللي شغال دلوقتي وبيتابعنا وبيتابع الشكاوى ذات الاولاد اللي حراكت زي ما كنت بتسأل صحيح على مدار الـ 24 ساعة اتوجه بالشكر لكل قيادات الاعزاء اللي يعني يضعوا المنظومة تحت راعتهم وبيلوها الاهتمام الكافي لكل القيادات المستجيبة على مستوى الدولة لفرق العمل اللي لولاها يعني ما كناش وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا له وبنعد المواطنين ان احنا بنبذي الجهود اكتر في المستقبل ان شاء الله علشان نحسن الاداء ونزود الفعالية اللي احنا بنتكلم عليها علشان نكون صادقين اذا كنا وصلنا لنسبة معينة فاحنا يعني راضيين نسبيا لكن ان شاء الله بنستهدف المزيد باذن الله باذن الله كل الشكر لضفنا العزيز دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية كان في ضيافتنا الآنية وسيظل دائما معنا ضيفا عزيزا مكرما حتى ولو في ازهاننا يعني اي حاجة هنبقى نبلغوا انتو بس اشتكوا بعدين يحلها حلال شفت حد في الدنيا قبل كده يقولك بس انت اشتكي انبي يا شيخ اشتكي لو شفت حاجة بعد اذنك بس تبقى حاجة ويبقاش جو الواد سامي اه سامي كمال تحديدا يالله علماشي كده علش يا سامي هنعمل فيك ايه بقى طيب خلطت الحلقة الحد كده لو كان لنا العمر هنقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي انه ليس يعني بالنسبة لي هبقى في كم يوم كده في صفر ومهمة وعمل ان شاء الله خير يا رب فنتمنى نرجع لكم بالخير ونلقاكم على خير هسابكم خلال ايام الجاي مع زملائي وزميلاتي العزيزات وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة